ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في إحداث هذه الفوضى والاضطرابات وصولا إلى الحرب الأهلية ثم تحويل الجغرافية اليمنية إلى مجال لوكيل إيراني وهي الحوثية أعتقد أن قطر كانت أهم اللاعبين في هذا المساء كنا نأمل بعد اتفاق العلا أن يحدث متغير جذري لكن يبدو لي أن الجزيرة ما زالت أدى وظيفية لخدمة الفوضى والإرهاب وأيضا نشر البيانات السياسية تبدو أنها تغطي إخبارية مهنية لكن في حقيقة الأمر هي متحيزة بالكامل وأشبه بالبيانات السياسية لدعم قوة المعارضة التي تنشر الفوضى رغم الخسائر المتراحقة لمن دعمتهم الجزيرة وأخواتها في أكثر من دولة لكن نحن اليوم نجدها وكأنها الناطق الرسمي للحوثية وهناك بين اليمنيين كلمة نتداولها ما حاجة الحوثية للمسيرة وهي الإعلام الرسمي للحوثية